كما رأينا في بداية الفيديو آآ لحظة اطلاق آآ صاروخ يحمل قامرا صناعيا. ده بجل على تقدم روسيا. لكن يبدو ان اليوم هو يوم المظاهرات. واول مظاهرات في اوكرانيا ضد زيلينيسكي. نشوف مظاهرات في اوكرانيا آآ بيقولوله اعد زالوجيني. زي ما قلت لكم بعد كده في الفيديو انه سيتم يقال الزالوجيني يوم تمانية. وتم قلته يوم الخميس الماضي. ويتدفق المواطنين في ميدان في كييف غاضبين من استقالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الاوكرانية. ويتهم المراوجون الذين يعملون لصالح زيلينيسكي. بيقولوا عليهم دول آآ تابعين لروسيا. بيتأموهم انهم عملاء لروسيا اللي بيطلبوا بعودة زالوجيني. آآ يعني باك في مظاهرات مع زيلينيسكي ومظاهرات ضد زيلينيسكي. وانتو عارفين ودي اول مظاهرات ضد زيلينيسكي في كييف. ايضا مظاهرات ولكن هذه المظاهرات في بولندا ضد اوكرانيا. آآ المظاهرات دي اعلنت نقابة عمال الزراعة التضامنية في بولندا ان احتجاج المزارعين على مستوى البلاد. آآ يبدأ يوم الجمعة تسعة فبراير اشباط حيث سيتم جميع آآ يعني غلق جميع المعابر الحدودية بين بولندا واوكرانيا. واشارت لان احد المطالب براسل المزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من اوكرانيا. شوفوا يعني آآ جزء من المظاهرات الخاصة بآآ يعني آآ المزارعين البولنديين ضد اوكرانيا والتعامل مع اوكرانيا. كما قلنا لكم انه يوم المظاهرات اليوم استنفار يمني مليوني وطرفان بشري متجدد استجابة للقائد اليمني والقوات المسلحة اليمنية في طرفان اتنين مليون شخص آآ يعني دايما انتوا شايفين امامكم آآ مسيرة كبيرة بيقولوا سابتون على الموقف مع غزة حتى النصر للكلام ده في العاصمة اليمنية صنعاء آآ زي ما انتوا شايفين الصورة لا تكذب ولا تتجمع. اه اترككم واصمد قليلا وانشوف المظاهرات. وانشوف المقهرات. وانشوف المقهرون. وانشوف المساركون. جمع تايد المسطuro. كما ل عينها مظاهرات اثنين مليون شخص بيتظاهروا في اه اليمن اه اه المساندة لما يحدث في فلسطين ودفاعا عن الفلسطينيين. آآ من ناحية اخرى اجتمع اليوم القائد آآ قائد الجيش آآ يعني وزير الدفاع الروسي سرغي آآ شويغو. آآ كان مع القيادات زي ما احنا شايفين في الفيديو. والاخبار من وزارة الدفاع بتقول لك تدمير سبعة وتسعين طاهرة اوكرانية مسيرة في دونيسك ولوغانيسك وزنبولوجيا خلال الساعات الالبعاء وعشرين الماضية. تحييت خسائر القوات الاوكرانية اكثر من تسعين عسكريا ودبابتين على محور آآ جنوب دونيسك وتلتميت عسكريا بين قتيل وجريح خلال صد يقوم على محور دونيسك خلال اليوم الماضي. القضاء على متين وتسعين عسكريا اوكرانيا لمحور كراسني ليمان خلال اليوم الماضي. آآ زي ما احنا شايفين وزير الدفاع الروسي سرغي عقد اجتماعا في مقار مجموعة القوات المشتركة حول الوضع الحالي في المنطقة العسكرية الخاصة. حيث استمع على تقارير القادة حول الوضع وطبيع التصرفات العدوة على حد قوله. واداء القوات والمهام القتالية في محاول العمليات. وطبعا شاف القوات محتاجة ايه وين نقاط القوة وضعف وخطط واستراتيجيات عسكرية على اعلى مستوى كما ترون امامكم في الفيديو. استكمالا يعني مزارات بولندا. ده قامت بها نقابة الزراعيين. واعلان اضراب عامل المزارعين ابتداء من يوم الجمعة. واغلاق جميع المعابل الحدودية بين بولندا واوكرانيا. الى جانب اغلاق الطرق السريعة في كل اوكرانيا. ابتداء من تسعة فبراير بالتوقيت المحلي. واشارة الى ان اه احد المطالب الرئاسية للمزارعين هي التوقف عن استيراد المنتجات الزراعية من اوكرانيا. وقال لقد نفذها صبرانا وان موقف بروكسل اليوم الاخير من شهر يناير كانون الثاني الفين اربعة وعشرين غير مقبول بالنسبة لمجتمعنا الزراعي باكمله. بالاضافة الى ان سلبية السلطات البولندية والتصريحات بشأن التعاون مع المفاوضية الاوروبية والامتسال لكل قرارات المفاوضية الاوروبية بشأن استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من اوكرانيا لم تترك لنا خيارا سوى على الاضراب العام. يبدو ان المنتجات اللي بيستوردها من اوكرانيا ارخص من عندهم. وبالتالي بتسبب لهم خسائر في يعني الانتاج بتاعهم او الانتاج بتاعهم مش بيتباع. فانا بيقول لهم بلاش تستوردوا من اوكرانيا. اه امريكا بتقولها قلقون من عمليات قتل تستهدف المدنيين في اسيوبيا. قالت امريكا اليوم انها قلقة بشدة بشأن تقارير تتحدث عن عمليات قتل استهدفة مدنيين في بلدة شمال اثيوبيا. وحست السلطات على السماح لمراقبية حقوق الانسان بدخول المنطقة. واذكرت السفارة الامريكية في عديثة بابا عبر منصة تيكس ان الحكومة الامريكية تشعر بقلق عميق. اذا تقارير عن عمليات قتل استهدفة مدنيين في بلدة ميراوي في ولاية امارة الاقليمية. اقول لكم الموضوع بالبلد امارة وقوات فانو كانت مع القوات الاسيوبية ضد قوات تجراي وبعد ما انتهت الحرب او بعد ما انتهى بعملية سلام بين تجراي واسيوبيا الجيش الفدرالي. الابت الجيش الفدرالي على قوات فانو اللي كانت اه السند الرئيسي لجيش اسيوبيا. وقتلوا منهم تمانين شخص. الكلام ده. يوم السلساء الماضي يوم تسعة وعشرين. يناير ايضا تم قتل اكثر من تمانين مدنيا القتل معظمهم من الفجال. وكانوا القوات الاسيوبية تذهب من بيت الى بيت. اه لقتل اولاء حسب التقرير الامريكي ومنظمات حقوق الانسان. وحتى وقت قريب كانت قبيل الفانو متحلفة مع الكيش الفدرالي ضد الجبهة تحرير شعب تجراي. لكن العلاقة كانت دائما غير مستقرة وبدأ الجانباء القتال حتى قبل انتهى الصراع في تجراي. وفي الاسبوع الماضي صوت البرلمان الاسيوب على تمديد حالة الطوارئ في منطقة امهارة في محاولة لقامة تمرد فانو. يعني اه بعد ما خلص مهمتهم الجيش قلب عليهم وديها طيب يعني اه يعني ما يعني انتم سموها داي ما تسموها انا ما عرفش شي دي تسمى ايه. اه اخر حاجة اه ابي احمد رجع يقول اه اه لمصر اي خدمة يلا نتفاوض والكلام ده بعد موضوع من الصمال اه يعني مصر عيالة الصمال. وقالت مش هياخد اي حاجة في البحر الاحمر. ولا قاعدة بحرية ولا حاجة. وهنا بدأ اقول لهم انتم عايزين ايه? نحنا ما طبعنا كومش في النيل ومياه النيل اه ما زالت وما فيش نقطة مية ناصط والكلام ده كله. ومصر عارفة الكلام ده كويس. وطبعا اه اه سواء كده وكده مش هتنعص نقطة مية واحدة. وزي ما قال الريس العافي محدش ياكل امته. تحياتي لكم. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم. ضريف العديد. بتحياتي.